اشتركوا في القناة اهلا بكم الى ثانية ساعات غرفة الاخبار وفي اعناوينها عدن اجواء مفتوحة للاستقرار وقناة السويس الجديدة وافاق التغيير هذا بالاضافة الى ملفاتنا الاخبارية اليومية استقبلت عدن اولى الرحلات في مطارها الدولي مكرسة استقرارا فرضه تقدم المقاومة الشعبية والجيش الوطني والدعم المطلق من قوات التحالف عدن انجاز يمني ينتظر ان يكون على قائمة انجازات اخرى تضمن عودة الاستقرار لكل اليمن الذي عانى ما يكفي من الحرب والقتل والدمار والتشريد لمناقشة هذا الموضوع معنا من الرياض المتحدث باسم المقاومة الشعبية عبدالعزيز الشيخ ومعنا ايضا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي وعضو حوار الرياض عبدالله اسماعيل اذكركم ايضا مشاهدين ان بامكانكم المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الاسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مساء الخير مرحبا بضيفيس ابدأ معك استاذ عبدالعزيز نتحدث عن هبوط اول طائرة مدنية في مطار عدن منذ حوالي اربعة اشهر هل بداية هذه خطوة رمزية بشكل اساسي ام ان لها ابعاد وتداعيات ربما عملية وتدل بشكل من الاشكال على عودة الحياة او بداية عودة الحياة الى طبيعتها في عدن بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ومن خلال شاشة سكاي نيوز عربية نيابة عن شعب الجنوب المقاوم وعن ابطال المقاومة الجنوبية قيادة وافراد ننقل تعازين الى شعب المملكة العربية السعودية والى قيادة المملكة جراء الحادث الارهابي الذي حدث يومنا هذا جنوب المملكة ثانيا العاصمة عدن استقبلت اليوم اول طائر مدنية في اطار عودة الحياة الطبيعية الى العاصمة عدن والى المناطق المحررة طبعا هناك الية لاعادة هذه الامور وتحتاج وقت كبير وتحتاج جهود كبيرة وتحتاج اياد نظيفة ومخلصة لاعادة هذه الامور طيب سنتقل ايضا الى ضيفي من القاهرة الاستاذ عبدالله اسماعيل نتحدث عن هذه الخطوة الطائرة كما نعلم كانت تقل بعض المهجرين على ما اعتقد من جيبوتي هل يمكن الان الحديث عن وصول ربما طائرات اخرى عودة المزيد من هؤلاء ام ان الامور ما زالت استاذ عبدالله غير مستقرة في المطار من الناحية التشغيلية ولا يمكن التعويل على ربما قدوم مزيد من هذه الطائرات مساء الخير في البداية عدن هي قاطرة التحرر كما هو واضح عدن جميلها يطوق كل اليمنيين في الشمال وفي الجنوب عدن استطاعت ان تكسر شوكة الانقلاب ان تقدم نموذجا رائعا وغير مسبوك من التضحية بشبابها وصمودها وبالتالي هي تستحق هذه اللحظة التي يعود اليها استقرارها وامنها هذه الطائرة وصول هذه الطائرة هي ضمن كثير من الاجراءات وكثير من الامور التي ستعيد لمدينة عدن الاستقرار وان تعيد لتكون هي العاصمة لليمن جنوبه وشماله على الاقل في فترة دحر الحوثيين وطرفي الانقلاب طبعا هناك اعلان على ان هذه هي رحلة الاولى ضمن رحلات هناك توجيه بان تكون عدن هي ومطار عدن هو المطار الرسمي الان ليس هناك اي رحلات لليمنية الى مطار صنعاء جميع الرحلات ستتوجه الى مطار عدن هناك اعلان على الاقل شركتين عربيتين ستسانف رحلاتها المدنية الى مدينة عدن بالتأكيد مدينة عدن تعرضت لتدمير ممنهج لبنيتها التحتية ولكل شيء فيها ولكن هناك اهتمام مهم وكبير بالميناء وبالمطار لانهما عصبي من اهم الامور التي يجب ان تعود الى مدينة عدن لعادة الحياة الطبيعية اليها بالتأكيد العاصمة عدن تحتاج الى شغل كثير في مجال البنية التحتية ويعادة التأهيل هناك تدمير ممنهج كما قلت استهدف كل شيء حتى المدارس المستشفيات المدارس الفنادق حتى الاماكن الرسمية او المقارات الرسمية وهذا حتى لا يساعد بعودة الحكومة بكامل اعضائها وحتى الرئاسة هناك تصريح مهم لامين عام الرئاسة ومدير مكتب رئيس الجمهورية عبد الربو منصر هادي يؤكد على ان ليس هناك للأسف حتى مكان واحد صالح لعودة الرئيس هادي يعني القصر الرئاسي مهدم الفنادق مهدمة المدارس مهدمة كل شيء مهدم كان هناك شغل ممنهج من قبل طرفين الانقلاب ومن قبل ميليشيات الحوثي للانتقام من عدن لأن عدن هي التي بالفعل كانت الشوكة وكانت الخنجر في خاصرتهم وهي التي أسست لما يحدث الآن من انتصارات ومن تحقيق تقدم كبير للمعارضة للمقاومة الشعبية وللجيش الوطني بمساندة التحالف أستاذ عبد العزيز حجم هذا الدمار الذي أشار إليه الأستاذ عبد الله يعني في عدن البعض حقيقة لا يستطيع أن يتخيل حجم الدمار الذي لحق بهذه المدينة تحديدا بعد هذه الاشتباكات وبعد انسحاب الحوثيين منها حجم الدمار إلى أي مدى يعني بحسب المعلومات الموجودة لديكم هل بالفعل لا يوجد منشآت الآن تعمل مرافق تابعة للدولة توفر الخدمات للناس هل هذه الأمور كلها معطلة بالكامل بالطبع كما تطرق الأخ عبد الله العاصم عدن هي مدمرة بالكامل هناك شغل كان منها الجراء هذه الحرب العدوانية الذي مارستها مليشيات الحوثي وقوات المخلوع العاصم عدن من بداية الحرب تدمرت بشكل ممنهج ومنظم من قبل هذه المليشيات مارست هذا السلوب بشكل انتقامي دمرت كل شيء في العاصم عدن والعاصم عدن اليوم تحتاج إلى الكثير من العمل إلى الكثير من الدعم لإعادة إعمارها ولإعادة الحياة والتخفيف على المواطن الجنوبي في هذه البلدة طبعا هناك كل الأماكن كل المنشآت الحيوية في العاصم عدن معطلة تماما حتى كما تطرق الأخ عبد الله المدارس المؤسسات المستشفيات المباني الخدمية كل ذلك مدمر بشكل كامل العاصم عدن تحولت إلى رماد بعد هذه الحرب أنتم والجميع اطلع على حجم الدمار الذي طال هذه المدينة المسالمة طوال عمرها وطوال هذه الدنيا مدينة عدن هي مدينة مسالمة مدينة مدنية ولكن هذا العدوان اتدمر وانتغم منها بشكل كبير جدا حجم الدمار الذي تعرضت للعاصم عدن لم تتعرض لتقريبا حتى فلسطين من قبل الإسرائيليين أستاذ عبد الله بالنظر إلى حجم الدمار هذا وحجم الأضرار التي لحقت بالبناء التحتية تحديدا كما فهمت لا كهرباء لا ماء متوفرة لا صحة لا تعليم كيف يمكن للناس الذين هجروا أو الذين لجأوا إلى مناطق أخرى كيف يمكن أن يعودوا الآن في غياب هذه الخدمات الأساسية أولا بتأكيد أن موطن الإنسان هو الأقرب إلى قلبه وإلى روحه وأنا من مراقبتي وإطلاعي هناك كثير من الأسر عندها السعداد أن تعود إلى عدن لمجرد أن تعود إلى بيتها إلى موطنها وبالتالي عندها السعداد أن تتحمل إذا ما توفر الأمان الأمان الآن هو متوفر والحمد لله ليس هناك أي مشاكل أمنية في عدن هناك شغل وجهد كبير على مستوى إعادة الخدمات هناك اليوم أخبار عن إعادة إلى بعض الحواري أو بعض الأحياء الكهرباء هناك جهود كبيرة من قبل الإمارات والمملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في توفير يعني توفير مثلا المولدات الخاصة بالكهرباء محاولة إعادة المياه إلى المواطنين هناك عمل كبير يجري ولكن هناك عمل كأكبر لا بد أن يتم هناك شكوى من موضوع المستشفيات والجرحة جرحة المقاومة وجرحة المدنيين لا بد أن يتم العمل فيه هناك شكوى مؤلمة من الداخل العدني وبالتالي لا بد أن يكون هناك جهود في إطار الإسراع في نقل هؤلاء إلى خارج عدن لأنه كثير من المستشفيات في عدن غير مؤهلة لذلك هناك توجه لإقامة مستشفيات ميدانية أو مؤقتة هناك جهود كبيرة أهمها في مجال أن يعود الميناء إلى عمله وهذا سيسهل كثيرا في وصول المساعدات سيسهل في وصول المواد اللوجسية لمحاولة إصلاح البنية التحتية كذلك موضوع المطار وهناك كثير من الرحلات بالفعل كانت عسكرية وحملت الكثير من المساعدات أو الأمور في هذا الاتجاه حتى مطار عدن يشغل بغرفة تحكم مؤقتة متحركة لأن برج المراقبة في مطار عدن مدمر بالكامل هناك مشكلة كبيرة الحوثيون في كل مدينة من المدن التي فيها مواجهات أو يحاربونها هم يتعمدون إلى أن يستخدموا الحصار والتهديم والتهجير وقصف الخدمات كنوع من أنواع الترهيب وهو عندهم كالسلاح كالمدفع وكالرشاش وغيره وبالتالي هذه المحافظات نالت حقدا كبيرا من قبل الحوثيين عدن تأتي في المرتبة الأولى اليوم نتحدث عن تعز تعز اليوم تهدم عن بكرة أبيها هناك قصف وحقد غريب إذن الحوثيون هم اشتغلوا على شغل ممنهج للانتقام وخاصة من مدينة عدن مدينة عدن كما أسلفت هي قاطرة التحرر اليمني هي التي بالفعل وقف أبناؤها الذين كانوا لم يتوقع الحوثيون أن يواجهوا في عدن كل تلك ذلك الصمود وذلك الإصرار على أن لا تدنس الميليشيا يعني محافظتهم يعني مروا بمحافظة كثيرة تمتلك السلاح لكنهم عندما وصلوا إلى عدن ويوجهوا بالرفض ويوجهوا بالإصرار والمقاومة وبالتالي كان انتقامهم من عدن انتقاما سيئا وفضيعا لكن بإذن الله وبجهود الخيرين وبجهود قوات التحالف ودول التحالف بإذن الله يكون هناك إسراع في عادة تأهيل عدن لأن تعود إلى حياتها الطبيعية وأن يعود النازحون إلى بيوتهم بإذن الله وأن تعود هذه الخدمات ولكن تحتاج إلى جهد ووقت طيب أستاذ عبد العزيز قبل أن أسألك عن الأوضاع في محيط عدن في المناطق المديريات والمحافظات المحيطة بعدن كيف هي الأوضاع هناك تحديدا في تعز في أبيان في لحج كيف هي الأمور ولكن قبل ذلك أود أن أسألك إذا لديك بعض المعلومات اليوم كان هناك خبر لافت أيضا بأنه جرت عملية نوع من تبادل الأسرى بين المقاومة وبين المقاتلين الحوثيين هناك طائرة كما فهمنا من الصليب الأحمر نقلت من عدن حوالي سبع أسرى من الحوثيين مقابل تسليم عناصر من المقاومة في شبوة هل لديك أي معلومات حول عملية من هذا النوع؟ طبعا المقاومة الجنوبية في مختلف مناطق الجنوب لديها العديد والكثير من الأسرى الحوثيين وأتباع المخلوع من مختلف مناطق اليمن الأسرى هؤلاء توجد هناك آلية لدى المقاومة الجنوبية في المستقبل لتسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي عبر القوانين المتعارف عليها الأسرى لدى المقاومة الجنوبية هم أسرى حرب فبالتالي الأسرى الجنوبيين الذين بحوزت مليشيات الحوثي وأتباع المخلوع قالبيتهم مختطفين اختطاف وأعظمهم أطفال وشباب لذلك لا مقارنة في تبادل الأسرى هناك آلية في المستقبل تعمل عليها المقاومة الجنوبية في هذا الشأن طيب الآن دعني أسألك عن الأوضاع الميدانية في محيط عدن يعني لو ذهبنا محافظة محافظة كيف يمكن باختصار وصف الأوضاع ولنبدأ بلاحج على سبيل المثال طبعا العاصم العاصم عدن بعد انتصارها انتقل الانتصارات إلى المحافظات المحيطة كابيا ولاحج لاحج شهدت خلال اليومين الماضيين معارك عنيفة جدا هي الأعنف في تاريخ محافظة لاحج سواء في قاعدة العند العسكرية ومعسكراتها أو في وسط محافظة لاحج الحوطة وغيرها فقد سيطرت المقاومة الجنوبية على قاعدة العند العسكرية مسنودة بقوات التحالف العربي بكل المعسكرات وآخر انتصار حققت المقاومة هو صباح يومنا هذا هو السيطرة على معسكر لبوجة والمرتفعات الذي حوله طبعا المقاومة الجنوبية مستمر في تحقيق هذه الانتصارات بدعم من قوات التحالف العربي وهناك مهام لدى المقاومة الجنوبية وتأمين هذه الانتصارات وتحقيق الانتصار في المحافظات التي تتواجد بها مليشيات الحوثي وقوات المخلوع كأبيان وشبوى وحضرموت والمهرة وغيرها من المحافظات المتبقية الأبيان هناك معارك تدور في أكثر من جبهة تتقدم فيها المقاومة الجنوبية وتكبد فيها العدو خسائر كبيرة أيضا جبهة الضالع لا زال الشريط الحدودي يشهد باستمرار منذ تحرير محافظة الضالع المعارك مستمرة في الشريط الحدودي قوات المخلوع ومليشيات الحوثي يرسلون بتعزيزات كبيرة عبر محافظة إبل يمنية لمحاولة التسلل إلى الضالع ولكن أبطال المقاومة الجنوبية وسلاح المدفعية يعمل بشكل مستمر في دكة هذه التعزيزات ومحاولة تدحر هذه القوات الغزو والعدوان من المنطقة الحدودية وتأمينها إن شاء الله غريبا كنا استمعنا أستاذ عبد العزيز بأن محافظة لحج تم تطهيرها بالكامل يعني من ما أفهم من كلامك بأنه ما زالت هناك عمليات عسكرية مستمرة اشتباكات في هذه المحافظة محافظة لحج نستطيع بالقول إنها تحررت بنسبة 70 إلى 80% ولكن لا زالت تبقى هناك جيوب في وسط محافظة لحج جاري التعامل معها طبعا إن شاء الله خلال ساعات فقط تعلن محافظة لحج محافظة محررة بالكامل وبعدها سوف تنتقل المغاومة الجنوبية إلى محافظة أبيان إن شاء الله وشبه لتحقيق الانتصار طيب أستاذ عبد الله أيضا أود أن أسمع تعليق منك على بجريات الميدانية الآن كمان الحديث عن تعز تعز أيضا تجري فيها اشتباكات عنيفة على ما يبدو كيف هي الأوضاع من وجهة نظرك بحسب المعلومات المتوفرة لديك بالتأكيد لا ينفصم ما يحدث في تعز وفي مأرب وفي باقية الأماكن عما يحدث في المحافظات الجنوبية نحن نتحدث الآن عن خطة استراتيجية قامة تقوم بها قوات التحالف تساند فيها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالمشاركة مع الحكومة الشرعية في أنه هناك الآن توجه للانتقال من تأمين عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة لعدن كحزام أمني لأنه من المهم أن يتم هذا التأمين حتى تكون عدن في مأمن بحيث أنها يمكن أن تكون صالحة لأن تعود إليها الحكومة الشرعية وتنطلق منها الأعمال الإنسانية والأعمال العسكرية الأخرى وبالتالي الآن الجبهة تتعز جبهة ساخنة جدا تنعكس عليها الانتصارات التي تتحقق في المحافظات الجنوبية بهستيريا من القوات المخلوع ومن قوات ميليشيا الحوثي ولكن هناك كذلك انتصارات جيدة هناك أخبار على أنه خلال الثمانية والأربعين الساعة أو الاثنين والسبعين الساعة القادمة ستكون هناك أخبار كبيرة ومهمة من محافظة تعز هناك أخبار كذلك من وسط اليمن وخاصة في المناطق الوسطى التي أعلن فيها مجلس عسكري مقاوم هناك كذلك تحركات كبيرة في محافظة الحديدة هناك نجاحات كبيرة لمأرب وهناك اليوم تغذية ودعم لمحافظة مأرب ولجبهة مأرب بكثير من العتاد ومن القوات المدربة وبالتالي نحن نشهد باختصار شديد أن هذه الفقاعة للحوثي التي انتفخت بالخيانات وبالمال الحرام وبالتحالف مع النظام السابق وبالصمت الدولي الذي حدث عند إسقاط العاصمة اليمنية في سبتمبر الماضي التي أوصلته إلى مشارف عدن هذه الفقاعة بدأت في أنها تنكمش أنها تتآكل تتآكل حتى من الداخل هناك إشكالات كبيرة ما بين المخلوع وما بين الحوثي هناك إشكالات حتى على الجانب الحوثي هناك مشكلة كبيرة في انفصام هل يعترفوا بهذه الانتصارات أو أنهم لا يعترفون بها هناك دربكة كبيرة هناك انهيار كبير حتى في مجال إعلامهم وبالتالي نحن باختصار شديد نقول أنه بدأت بالفعل خطوات التحرر والتحرير من هذه الميليشيات وأن المسألة مسألة وقت الجميع من اليمنيين أنا في تصوري في تصوري أن الجميع اتفقوا على تأجيل كل مشاكلهم وخلافاتهم إلى مرحلة قادمة هناك عدو المشترك هناك معركة كبرى يجب أن يخوضها اليمنيون الحوثيون السهدف جميع اليمنيين لم يفرقوا لا بين شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب ولا طفل ولا مرأة ولا عسكري ولا غير عسكري وبالتالي هذه معركة مهمة جدا حتى السهدف الإقليم وهي ليست معركة اليمنيين وحدهم هي معركة الإقليم ومعركة العرب وهناك اليوم ملحمة عربية على أرض اليمن بالتأكيد بسرعة سأستعرض بعض المشاركات من المشاهدين حول هذا الموضوع أحمد علي يقول استقبال مطار عدن لطائرة مدنية اليوم دليل على سيطرة المقاومة جوا وأرضا وبحرا خطاب جرال يقول فتح المطار هو فتح لشريان الحياة في عدن ياسر صالح يقول فتح مطار عدن يعني أنه تم تأمين المنطقة بالكامل مما يمكن العالقين من العودة لبلادهم بسام اليهري يقول خطوة هامة لعودة المهجرين واللاجئين إلى بلادهم عبد السلام ناجي يقول هذه خطوة كسرت ظهر الحوثي وأنصار صالح وكسرت سيطرتهم التي دامت شهورا ناجي الشهاب يقول أصبح لليمن في الداخل تواصل مع العالم الخارجي شوجي المطري يقول يجب توفير الأمن والخدمات الأساسية والحاجات الضرورية للحياة والبدء بحصر الأضرار التي لحقت بتلك المحافظات أخيرا محمد أنور يقول الشعب اليمني بحاجة إلى الماء والكهرباء وقوات أمن مدربة لحماية الاستقرار سيد عبد العزيز أرجع لك في الدقيقة ونصف المتبقية هناك أخبار من مصادر عسكرية يمنية لا أدري مدى صحتها تقول أن الجيش الوطني بمساندة المقاومة ينتظرون أوامر للتوجه نحو العاصمة صنعاء وتحرير العاصمة انطلاقا من تعز إلى أي مدى هذه المعلومات دقيقة بالنظر إلى الوضع الميداني اليوم طبعا المقاومة الجنوبية تقف على حدود الدولة الجنوبية في هذه المعارك وأمامها مهامين المهام الأول هو تأمين الانتصارات التي حققتها بمساندة التحالف العربي في المحافظات والمناطق المحررة وبالتالي تنطلق إلى تحرير المحافظات الجنوبية المتبقية الإخوة والأشقاء في الشمال عليهم اليوم التقاط هذه اللحظة التي تتهاوى فيها مليشيات الحوثي فندعو شرفاء الشمال إلى التحرك والتحرر من هذا التقطرس والمليشيات الحوثية التي تسيطر على مناطقهم طبعا الوضع مختلف تماما في المحافظات الجنوبية على خلاف المحافظات الشمالية المحافظات الجنوبية استغلت هذه الحرب وحاولت الانطلاق بشكل كامل شعب الجنوب اليوم يقوم بكل فئاته وشرائحي هذا العدوان أما المحافظات الشمالية بالعكس هناك صحة مقاومة قليلة جدا ولكن نأمل أن يستعيدوا ذاكرتهم والتحرر من هذا المليشيات الحوثية طبعا أود عبر شاشة سكاي نيوز لفت نظر العالم أن اليوم شعب الجنوب لن ينتهي هذا الصراع الدائر في اليمن إلا بحل القضية الجنوبية قدريا بما يرتضيه شعب الجنوب وعلى العالم والإقليم التعامل في المرحلة القادمة سياسيا بواقع جديد مختلف ليس بمبادرات سابقة وبالتالي شعب الجنوب اليوم أمام استحقاق سياسي في حريته واستقلاله وبناء دولته المدنية الحديثة الذي تعتبر ضمان وحماية ليس للجنوب فقط بل للمنطقة برمتها شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز الشيخ المتحدث باسم المقاومة الشعبية كان معنا من الرياض وشكرا لضيفنا من القاهرة الأستاذ عبد الله إسماعيل الكاتب والباحث السياسي وعضو حوار الرياض شكرا لكم وتتابعونا بعد قليل مع سمير عمر من الإسماعيلية قناة السويس الجديدة وآفاق التغيير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة